نريد أن نأخذ جولة سريعة في الأندية المصرية المشاركة في البطولة إذا مالك خرج رسمياً خلاص بعد فوز بيترو أتلاتكم بارح على سجرادة في المباراة الخاصة بالجولة الرابعة لحساب المجموعة الرابعة من البطولة خلاص كده إذا مالك بره فكرة العقوبات اللي حصلت إنه بقى أبو جبل مش هيتجددله وطرق حامل مش هيتجددله وكلام ده مش مترتب له عشان نبقى واقعين بس اللي حصل من مجلس دارة نادي الزمالك إنه حاجة أنت لو هتنسف لازم تبني صح وإلا هتقعد خمس ست سنين مش عارف تعمل حاجة فقرارات دي بالعيبة اللي حصل لها عقوبات بهذا الشكل أنت كده بتعمل حالة سيئة وجمهور النادي الزمالك ما يستحملش لو أنت فعلاً مخطط انسف اعمل كل اللي أنت قلت عليه لو أنت مش مخطط بلاش لأنه عواقبها هتكون وخيمة على نادي الزمالك النهاردة المصري البرسعيدة هيظهر أمام أطوه بطل الكنغو وعنده أربع نقاط المصري ففوز وتعادل له هزيمة وكمان فاز على المزين بالكنغولي اللي هو أكثر من المنتوج أو ثاني أكثر من المنتوج بدور أبطال إفريقيا في الكونفدرالية مباراة مهمة هتكون هنا في الإسكندرية إن شاء الله يفوز المصري أيضاً مباراة القمة برمز صفاق سئراد تونسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية برمز 9 نقاط بالعلامة الكاملة في تونس مباراة مهمة جداً إن شاء الله برمز كمان يحقق الاستمرارية في النتائج الإيجابية لكن أنا شايف أنه الأهلي بإذنك قادر في دور اللجمعات إنه هو هدأ أهل إذا مالك بإذنك يبني وما ياخدش قرارات متسارعة من مجلس الإدارة وبرمز ومصري إن شاء الله يكملوا فيه كأس الكونفدرالية ونشوف سيادة مصرية للكرة الإفريقية أندية ومنتخباتها كالعادة وده الطبيعي بتاع مصر